السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم في درس الترتيب والعمليات مع التمرين في التأطير إذا قبل ما تشوفوا الحل حاولوا تنجوا التمرين بوحدتكم بدلوا مجهود ومن بعد تشوفوا الحل بشي ممكن لكم تستافدوا لأنه ولشتوا الحل بلا ما تتبدلوا مجهود فرع ما كانوا إذا التمرين يقول X عدد حقيقي بحيث X محصور بين ناقص 4 و ناقص 2 إذا نعطي تأطيراً لما يلي إذا نطلبهم أن نأطر واحدة لـ X زائد 6 و X مربع لـ X زائد 6 إذا نبدأ بالحال الأولى تأطير واحدة لـ X زائد 6 إذا هنا دائماً نحاول نمشي بالمراحل أول خطوة إذا هم عطلنا X إذا نحن أول خطوة نأطر X زائد 6 وعاد في الخطوة الموالية نأطر المقلوب X زائد 6 إذا لدينا X محصورة بين ناقص 4 و ناقص 2 نحن أطر X زائد 6 أي نضيف العدد 6 إلى طرفي المتفاوت سواء كان العدد موجب أو سالب ترتيب ما كيتغير إذا ناقص 4 زائد 6 أصغر من X زائد 6 أصغر من ناقص 2 زائد 6 إذا ناقص 4 زائد 6 تعطينا 2 X زائد 6 و ناقص 2 زائد 6 تعطينا 4 إذا أطرنا X زائد 9 نحن أطر المقلوب X زائد 9 إذا هنا مدام عندنا طرفي المتفاوت عددان موجبان إذا المقلوب 1 إلى X زائد 6 سننتابع ما كنأطر المقلوب ترتيب كيتغير أو شنو كنديرو العدد اللي كيكون عندنا هنا كنجيبوه لهنا إذا كنديرو المقلوب ديالو و نجيبوه هو الأول إذا كيولي عددنا 1 إلى 4 أصغر من 1 إلى X زائد 6 وهذه 2 نديرو المقلوب ديالها وتمشيل التالي إذا بذلك نكون أطرنا 1 إلى X زائد 9 الآن ده بس الشق الثاني ديال السؤال إذا في الشق الثاني أعطينا نقطرو X مربع على X زائد 6 هما أصلاً أعطينا في السؤال اللي قبل نقطروه 1 إلى X زائد 6 إذا يكفي نقطر X مربع لأن عددنا X مربع على 1 على X زائد 6 تساوي X مربع مضروبة 1 إلى X زائد 6 إذا هنا عددنا هذا التعبير مقطر يكفي نقطرو X مربع إذا في المعطيات لدينا X محصورة بين العدد ناقص 4 و ناقص 2 إثنان بس ممكن نقطرو X مربع ما يجب أن نقدرو X إذا يجب أن نضرب و لكن مربع عددان لدينا الحدود ساليبة يعني هذ اللي بغنا ذيال إكس هم أعداد ساليبة إذا خصنا الرجحهم أعداد موجابة سنسنة نضرب في العدد ناقص واحد إذا اللي بدربنا ناقص واحد هذ طرفي المتفاوتة ترتيب غير يتغير إذا ناقص واحد نضربه فيه هذ العدد اللي هنا كنكسبهه اللول ناقص إثنان أصغر من ناقص واحد نضربه في إكس أصغر من ناقص واحد العدد اللي هناك لن قصف في النول كيرجحه الثاليه تناقص أربعة إذا كيرجح لعدينا ناقص إكس بينا ناقص واحد في ناقص إثنان هي إثنان وناقص واحد في ناقص أربعة هي أربعة إذا ده شنو قد نعدنا ناقص إكس محصوله بين إثنان وأربعة إذا شنو كنضرب إذا نسمع لعدينا هذapon متفاوته أعودها إذا رغنضرب طرفي المتفاوته إذا نضرب 2 في 2 مدام طرفيه المتفاوز إعداد موجبه إذا نتفتيب ما غدش يصغير ناقص X مضروبة في ناقص X وأربعة مضروبة في أربعة إذا ناقص X في ناقص X كيأتينا X مربع 2 في 2 أربعة وأربعة في أربعة 16 دائما باش تأكدوا من الجواب أولا باش تتعرفوا لراسكم ركاغذين لشكال صحيح كنتابه لهنا دائما هاد العدد اللي اللي ناقصو يكون صغر من العدد اللي كان هنا إذا نتبقى أضطرنا X مربع وعدنا في سؤال سابق أضطرنا X زائد 6 كل القناة الصغر محصورة 1 على 4 و1 على 2 إذا بقى لي غيندر الجداء ديالهم إذا دائما نتأكد بأن الطرفي المتفاوتة أعداد موجابة إذا هنا ركبنا بأن كل شيء موجاب ما عندناش مشكل إذا كنضربه X مربع مضروبة في 1 على X زائد 6 إذا هاد طرف في هاد طرف أي 4 مضروبة في 1 على 4 والطرف الثاني مضروبة في الطرف ثاني أي 16 في 1 على جوج إذا هنا غيندنا X مربع على X زائد 6 4 في 1 هي 4 هي 1 و16 في 1 على جوج هي 16 على جوج بعد الاختزار كيف خلنا العدد 8